وصفتنا لليوم فطيرة بنكة هندية طريقة جدا سهلة وجدا لذيذة والطعم أكيد حياجبكم لتحضير الحشوة نحتاج للزيت وبصل وثوم ممكن تضيف الفلفل الحار أضفت البازيلة المسلوقة والكزبر الخضرة وبهارات هندية معاها ملح وفلفل أسود وكمول أنزل عليهم بالبطاطس المسلوقة والمهروسة وأقلبهم وخلاص حشوتي صارة جاهزة فرت عجينة الكلاج ودهنتها بالزيت ممكن تستخدموا الزبدة أو السمنة وأنزل عليها بالحشوة شوية منها وأقفلها بعض الطريقة نزلتها بشكل دائري في صينية مدهونة بالزيت ودهنت الوش بالزيت وأبدأ أجهز التشريبة أحتاج لحليب وبيض وملح وفلفل أسود وأقلبهم أنزلهم على الوجه الفطيرة بالتساوي وأسيبها بس تتشربها شوية وأدخلها الفورين تتحمل من تحت ومن فوق وأقدمها وهي حارة ما أوصف لكم طعمها ومن جد الحشوة كيف كانت مرة مميزة ومرة لذيذة لازم تجربوها